بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في الله أتابع سلسلة النداءات والرسائل التي أوجهها لأخي في الإنسانية الملحد طبعا أنا لا أستهدف من خلال هذه اللقاءات الملحدين النشطين على الإنترنت الذين يهاجمون الإسلام بسبب وبدون سبب وهؤلاء طبعا لن يهتدوا لأنهم لا يبحثون عن الحق هناك فرق أيها الأحبة وأنا هذا الكلام عن خبرة تمتد لأكثر من عشرين سنة الملحد الذي تجده يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئ بالإسلام وينشط في هذا المجال هذا ثق تماما وستكشف لك الأيام أنه لا يبحث عن الحق لأن الذي يبحث عن الحق يذكر الإيجابيات والسلبيات هذا المنهج العلمي أما أن تجد لنفرض أن هناك سلبيات في الإسلام أليس هناك إيجابيات؟ طيب هل هناك ملحد يتحدث عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هل هناك ملحد يتحدث عن أهمية تحريم الخمر؟ يا أخي على الأقل كن منصفا أنت لا يعجبك النبي ولا يعجبك الإسلام ولا يعجبك القرآن طيب يجب أن تتبع المنهج العلمي في البحث المنهج العلمي أنا عندما أدرس خصائص أي جهاز يا أخي أنا لدي الجهاز موبايل أقول ميزات وسلبيات محاسن ومساوئ أما كله مساوئ يعني يعني هذا يعني أنا إذا دخلت إلى محل إلى مكان إلى بائع وبدأ يشككني في جهاز معين جهاز آيفون مثلا وبدأ يضع كل المساوئ فيه وكل المشاكل أنا أشك في في صاحب هذا المحل من غير المعقول أنه لا يوجد ميزات طيب تحريم الخمر أليس ميزة؟ تحريم النظر إلى النساء والزنا أليس ميزة؟ أنه يقيك ويحميك من شر الأمراض المنقولة جنسيا وشر اختلاط الأنساب ومشاكل أخرى نفسيا طيب تحريم القمار أليس شيء جيد؟ طيب عندما أمرنا النبي بالصدق أليس شيء جيد؟ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى النار وإلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار طيب هذه أليست ميزة إيجابية؟ لماذا لا تذكرونها؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام أول من وضع قانون للمساواة بين البشر لا يعني تذكرون الباحث كريغ الذي تحدثنا عنه عدة مرات من جامع أمريكية الشهيرة وهو باحث مسيحي درس حياة النبي من وجهة نظر علم الإجتماع وخرج بنتيجة قال هذا الرجل هو أول رجل في التاريخ وضع أساساً لعلاج وحرب ولحرب لمحاربة العنصرية التي تعاني منها الدول المتقدمة حتى الآن في أمريكا حتى الآن لديهم تمييز بين السود والبيض النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أنه لا فرق بين أعجمي ولا عربي ولا أبيض ولا أصفر ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى يعني هذا أمر أحبتي في الله واضح لم أرى أحد من الملحدين يتحدث عنه كل الملحدين والله أتحدى الآن أي إنسان أعمل دراسة وأنا عملتها حقيقة ولكن مثل هذه الدراسات أنا لا أنشرها لأنني لا أحب أن أخوض في عقائد ومذاهب ومشاكل آخرين الكنوز التي في القرآن أكبر مما نتصور وأنا عاجز عن استخراجها أستنبط أو أستخرج ما أستطيع ولكن هناك كنوز لو أفنيت عمرك لا تنتهي لذلك ليس لدي وقت للبحث فيه ولكن أحيانا أدخل وأجلس أيام طويلة أبحث في مواقع الملحدين وماذا يروجون ماذا يقولون نفس الشبهة نفس الكلام الكل يردده منذ مئات السنين وإلى اليوم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالطفلة كما يقولون الطفلة عائشة ودمر طفولتها وهي أكثر زوجة غار عليه صلى الله عليه وسلم دليل أنها تحبه كيف دمر طفولتها هي أكثر زوجة غيرة عليه والغير دليل المحبة وبعد أن مات لا تقول إلا رسول الله لم تكن تقول حتى وهو يعني كان معها لم تقول يا محمد تقول يا رسول الله إكراما واحتراما وإجلالا له ولم تتزوج بعده كل أمهات المؤمنين طبعا القاعدة ثابتة على الكل كل الملحدين يأتون لهذه النقطة ويكررونها ونحن قلنا مليار مرة يا أخي هذا الزواج لو كان شاذ لتناولته قريش والمنافقون واليهود والملحدون والمشككون وكثيرون هؤلاء في المدينة لم يطرحه أحد إلا في العصر الحديث جاء بعض المستشرقين وتنبهوا إلى أن هذا الأمر خطأ هل تضررت سيدة عائشة من هذا الزواج بالعكس نقلت لنا معلومات كثيرة عن الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت من أكثر أزواجه حبا له وكانت تغار عليه وكانت تحترمه وتقدره حتى ماتت ولم تتزوج بعده ماذا تريد أكثر من ذلك ثم يأتيك الملحد ويقول لا لا دمر طفولتها وحرمها من الطفول أي طفولة تتحدثون يعني هل كان هناك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك سجل مواليد يعني كل واحد معروف متى ولد كلها أعمار تقديرية كلها كانت أعمار تقديرية يعني نحن حتى الآن بالضبط متى تزوج النبي السيدة عائشة وفي أي عمر بالضبط بالضبط لا نعلم هناك روايات عديدة يعني فأنا لا يهمني متى ولا يهمني العمر أنا يهمني النتيجة يهمني نتيجة هذا الزواج ما هي هل بعد موت النبي أساءت له ولو بكلمة هل نحن نعلم الآن عندما يأتي شخص ويغتصب طفلة ويتزوجها بالإكراه نعلم إذا مات بعد السنوات ستبقى طيلة عمرها تنتقم منه وتذكره بالسوء أزواج النبي رضي الله عنهن جميعا كل واحد منهن حتى آخر حياتها تقول قال لي رسول الله حدثني رسول الله رأيت رسول الله فعل رسول الله لا يقولون حتى اسمه محمدا بينما كل الصحابة يقول علي عمر أبو بكر اسم مجر إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعتقدون أنه رسول ويتعاملون معه على أنه رسول الله فإذا كانت هذه المرأة تحب النبي كثيرا وسعيدة جدا بزواجها وكانت فقيها بعده وتعلم الناس وكانت قائدة قائدة يعني اجتماعية شخصية اجتماعية وسياسية وفقهية وكان لها لها وزن كبير سيدة عائشة رضي الله عنها بين المسلمين أم المؤمنين طب لماذا أنت حزين حزين على ماذا حزين عليها يعني يا أخي شكرا أحزن على نفسك حزين على على امرأة من أعظم نساء التاريخ يعني فكروا قليلا أحبتي فكروا قليلا طيب اليوم أنا حقيقة أريد أن أناقش هذه الشبهات ولكن من وجهة نظر أخرى يا هل ترى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح اليهود كما يقول تقول بعض الروايات طبعا الروايات متعددة منها من يقول إن النبي حارب بني قريضة وأسر منهم ومنها ما يقول حكم فيهم بحكم الله أنا كل هذه الروايات دعوني أستخدم نتيجة الحدث يا هل ترى اليهود الذين تدعون أن النبي ذبحهم بدم بارد سؤال واحد منطقي ألم يعلموا أن النبي لا يستطيع أن يذبح أحدا بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ألم يقل لهم أمرت أن أقاتل الناس وهذا أيضا الحديث شككوا فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله طيب هؤلاء اليهود الذين قاتلهم النبي بكل بساطة يستطيع أي واحد وهم معروفون بالخبث والدهاء والمكر معروف حتى اليوم يعني اليهود منذ وجودهم على هذا الكوكب لديهم يعني دهاء ومكر طيب ألا يستطيع واحد منهم أن يقول لا إله إلا الله وهو سيذبح هذا يدل على أن الذي حدث هي معركة وقتل فيها بعض اليهود واستسلم البعض وهرب البعض وأسلم البعض بكل بساطة هذا ما نستطيع أن نقوله دون أن ندخل في الروايات ودون أن نقول هذه صحيحة أو غير صحيحة بالمنطق العلمي أحبتي في الله أنت شخص اليوم اليوم في القرن الحادي والعشرين إذا إذا صحبت عليه السكين أو مسدس وقلت له حتى مهما كان ملحدا ومهما قلت له سأقتلك أو تقول لا إله يقولها ولو نفاقا يريد أن يوقف نفسه أي واحد يقولها لا أحب إلا في المعارك كانوا يعني يحاولون السيطرة على النبي وحرب النبي وإبادة المسلمين فكانت تدور المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين ومعارك بينه وبين اليهود وبالتالي كل من قتلهم قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا ضمن معارك وبالنسبة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام لم يظلم أحدا وإذا صادف أنه أمر بقتل أحد يكون هذا الشخص مجرم لابد أن يكون قد قتل من المسلمين ويستحق القتل النبي لا يقتل بشكل عشوائي نتيجة هذه الأحداث لو حدثت أحبتي في الله سيرتد المسلمون سيقولون هذا ليس رسولا من عند الله لو أن النبي جاء بمجموعة من الناس وذبحهم هكذا أول رد فعل للمسلمين سيشككون بهذا النبي وسينهار الإسلام في مهده سينتهي ولكن ما الذي جعل المسلمين ثابتون على الحق لأنهم رأوا أن النبي يطبق ما جاء في القرآن يعني خذوا هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فأجره حتى يسمع كلام الله معنى ذلك أي يهودي أو مشرك إذا قال يا رسول الله أجرني لا يستطيع النبي قتله هل تعلمون ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع قتل إنسان مهما كان ملحدا أو مشركا أو حتى مجرما إذا استجارب النبي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدركون لذلك هذه الآية تؤكد لك أن كل ما ألصق بالنبي أنه قتل وذبح بغير وجه حق هذا الكلام فارغ النبي لم يقتل أحدا بغير وجه حق أبدا بل كان يعفو ولو أراد أن يقتل لقتل مشركي مكة عندما فتح مكة وكان منتصرا كانوا تحته وكان هو في الأعلى وكان يستطيع أن يقتلهم يقتلهم تقتيلا ولكن عفى عنهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إذن أيها الأحبة يجب أن نستخدم العقل في التفكير يقتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج زوجة ابنه من التبني زيد تبنى شخصا اسمه زيد وزوجه امرأة ولكن هذه الامرأة لديها نوع من الكبر وكانت تحدث بينهما مشاكل فأوخ الله إلي أن هذه ستكون زوجتك يا محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان متحرجا من الناس كيف يتزوج زوجة ابنه فكان يخشى الناس أن يعلموا هذه المعلومة فالله يقول له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى حرفوا هذا الكلام بعض اليهود ودخل عبر التفاسير لا أعرف كيف دخل لأن التفاسير نسخت على مدى مئات السنين ودخل فيها الكثير من الإسرائيليات والكلام هذا فحرفوه وقالوا إن النبي اشتهى هذه المرأة ولكن قوانين القبيلة تمنعه من الزواج فأنزل آية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل آية ليبرر بها زواجه من زوجة زيد وحتى إنه حرم التبني بسبب هذا وهذا الكلام الفارغ طب هل النبي يعني هل ليس هناك نساء يعني في العرب البكر الوحيدة التي تزوجها النبي هي السيدة عائشة لم يكن هناك بكر غيرها يتزوجها يعني لو كان القضية بهذه البساطة ويستطيع النبي أن ينزل آية يتزوج بها من يشاء لماذا يتزوج امرأة متزوجة لديه نساء العرب والنساء كثيرات ويختار كل يوم امرأة ثم ليس بحاجة لأن ينزل آية يعني يعني نحن نعلم أن الزعماء زعماء قريش كان أحدهم يزني مع مئات النساء ولا أحد يقول له ماذا تفعل يعني يحتاج هو أن يبرل للآخرين يعني إذا كان يكذب عليهم والله يعني الملحد عجيب كيف يفكر يا أخي النبي كان يعيش في بيئة الزنا فيها كان مثل الطعام والشرب كان نظام يومي طبيعي كان والشرب الخمر كان مثل شرب الماء ماذا تقولون؟ يحتاج لأن ينزل آية ويبرر ويفبرك يكفي أن يذهب كل يوم ويتزوج مئة امرأة من الذي سيقول له ماذا تفعل؟ سيبيح لهم الزنا بكل بساطة يقول لهم الزنا حلال وانتهى الأمر يعني لا تحتاج لكل هذه التركيبة يعني خلونا منطقيين رجاءا يعني أنا والله عندما أستمع لهؤلاء الملحدين لا أستطيع أن أتحمل حجم استغباء الناس يا أخي احترموا عقول الناس النبي وجد في بيئة تقدس الخمر والزنا وكان الزنا والدعارة شيء أقل من طبيعي طيب أصلا لماذا يحرم الزنا؟ يعني هو جاء يريد النساء لماذا يحرم الزنا؟ والله أنا احترت معكم الآن إذا جئنا اليوم بحاكم أو بإنسان مدير شركة يا أخي لا نريد أن نصعد أكثر من هذا مدير شركة يحب النساء طيب يحرم النظر إلى النساء بالعكس يبيح يبيح الاختلاط يبيح الزنا يقول لهم يقول لموظفي افعلوا ما شئتم أولا سيكسب ودهم وسيكسب أنه يزني كثيرا ويستمتع والقضية سهلة بخاصة أن النبي كان يحارب الزنا يعني يا أخي الحبيب النبي كان يحارب الزنا تريده أن يزني؟ يعني عندما جاءه رجل يقول له ائذل بالزنا فقال هل ترضاه لأمك لأختك معروف الحديث؟ طيب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفضل الزنا ويريد النساء بكل بساطة يكفي أن يقول له اذهب وزني ما هي المشكلة؟ يعني فإذن هذا دليل على أن الله هو من زوج سيدنا محمدا هذه المرأة وأراد أن تحدث هذه المشاكل بينهما بين زيد وزوجته زيد هو ابن النبي بالتبني ليحرم القرآن التبني واليوم في الغرب الأنساب ضائع على فكرة بسبب عدم مراعاة هذه القاعدة أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم خلاص أنت أخي في الله ولكن لا تقول أنا أبوك أو فلان أبوك وأنت تكذب عليه لا أدعوهم لآبائهم والله عز وجل يقول لحبيبه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها من الذي زوجها الله وليس هو النبي ليس بحاجة لآية ليتزوج امرأة يعني عندما تزوج السيدة خديجة يعني هل كان بحاجة لآية لم يكن نبيا وقتها وعندما تزوج السيدة عائشة هل هل يعني جاء بآية ليبرر ذلك النساء النساء يعني لديه في كل مكان والجنس كان مباح أصلا يعني وبالتالي أيها الأحبة هذه الشبهات عندما تجد الملحد يسر عليها ويكررها ويبحث في هذه الزوايا التي تشوه صورة النبي اعلم أن هذا الملحد مغرض ولا يستخدم المنطق العلمي أنا الملحد الذي يستخدم المنطق العلمي أحترمه صراحة ولكن الملحدين العرب بالذات لا أعرف يعني سبحان الله كأن كل إنسان يريد أن يلحد يجب أن يهاجم الإسلام طب أنت أصلا كفرت بالله تقول الله أسطورة والنبي يعني مجرد إنسان صنع دين لنفسه وتقول كل هذه خزع بلد طيب لماذا ليلة نهارا تهاجم الإسلام يا أخي اذهب واخترع اذهب وانظر إلى الملحدين في الغرب يجلس في مختبره يجلس في عيادته يجلس في مكانه يخترع يصمم يخترعون تطبيقات جديدة برامج جديدة كل يوم اختراعات جديدة أنتم لا هم لكم إلا أن تشتموا النبي يعني وبعدين كل أنا قلت لكم أنا عملت دراسة ذات مرة دخلت إلى أكثر أكثر من خمسين أو ستين موقع على يوتيوب تحديدا لملحدين وأنا تعرفوني لا أحب أن أذكر أسماء لأنه يكفي أن تكتب كلمة ملحد على اليوتيوب لتخرج بمئات القنوات انظر إلى الكلام كله هجوم على الإسلام طب لماذا لا تهاجموا الأديان الأخرى لم أسمع أحدا يهاجم البوذية أو المسيحية أو اليهودية أو كذا على الرغم من أن الديانة اليهودية أنا أسميها ديانة ولكن إن الدينة عند الله الإسلام هي ديانة خاصة بهم لكم دينكم وليدين فيها قمة الغباء والعنصرية يعني إذا أردت أن تنتقد انتقد هذه الديانة فيها مجال واسع انتقد الكتاب المقدس الذي فيه مجال واسع للانتقاد تترك كل هذا وتأتي فقط للإسلام وبخاصة يعني بعد أن احتار الملحد لم يجد شيئا في القرآن سوى أشياء غير مقنعة يذهبون إلى الروايات التاريخية روايات تاريخية وبعض التفاسير الشاذة وبعض الروايات الموضوعة ويقول لك هذا هو الإسلام وهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكله كذب وكله كذا وكل يوم يعيدون نفس كلام انظروا كل الشبهات التي طرحوها ضد هذا النبي لا تصمد أمام المنطق العلمي إذا فكرت بشكل علمي تجدها فارغة خذ أي شبهة يعني أي شبهة يروج لها الملحدون تجد أنها فارغة بمجرد أن تستخدم المنطق العلمي على سبيل المثال كثير من الملحدين يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ القرآن من الكتاب المقدس طيب هل كان الكتاب المقدس مترجما وقت النبي لم يكن مترجما نحن نعلم أنه لم يترجم للعربية إلا حديثا يعني لم يكن مترجما في القرن السابع الميلادي لم يكن هناك كتاب اسمه الكتاب المقدس أصلا منتشر كان معظمها عبارة عن يعني قصاصات وجلود ورقاع وكان في ما يحفظونه وما يتناقلون هذا هو الكتاب المقدس لم يكن هناك كتاب مطبوع يعني حتى تعرف ما الذي حدث طيب النبي لم يكن يعلم لغات كيف أخذ المعلومات من غيره من اللغة الآرامية أو السريالية أو العبرية أو اليونانية لم يكن يعلم ذلك ثم إن معلومات الكتاب المقدس معظمها مغلوط يعني كان الكتاب المقدس مثلا مثلا يدعي أن سيدنا لوط عليه السلام والله يستحي الإنسان من هذا الكلام يدعي أن بعض الأنبياء ارتكبوا الزنا المحرم زنا المحارم ببناته يعني شيء شيء يعني يستقبحه الإنسان كثيرا والله البلطجي الآن لو زنا ببناته لكان شيء سيء طبعي نبي نبي يزني ببناته نأتي للقرآن القرآن يصف الأنبياء بأعلى صفة ممكنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو القرآن القرآن يؤكد أن كل الأنبياء مطهرون صادقون تهمة سيدنا لوط كانت قال الله تعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتطهرون إنه كان صديقا نبيا يعني يعني الأنبياء لديهم صفات الصدق والأمانة والإخلاص وحب الخير والعدل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في سورة الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشيا كانوا يتميزون بالصدق والعدل كيف تقولون إن النبي نقل من الكتاب المقدس لو نقل يجد معلومة أن هذا النبي يزني لا نقلها كما هي أما أن يطهر ويرفع من شأن هذا النبي إذن هذا ليس نقل هذا تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام تنزيه للأنبياء وبالتالي أي شيء يشكك فيه الملحدون عندما تدرسه بشكل علمي ومنطقي تجد أنه فعلا شبهة فارغة لا تستحق أصلا ولكن للأسف بسبب أننا اليوم لا نقرأ القرآن ولا نحفظ ولا نحفظ ولا نحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فمن السهل على أي ملحد أن يوقعك في هذه الشبهات ويقول لك هذا هو الإسلام دين إرهاب وعنف وكذا وكذا ومن السهل الذي ليس لديه معلومات يمكن أن يصدق أخيرا أيها الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهذه المعلومات من يحب ويشاء من عباده الضالين إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته